ليست القوات الحكومية وحدها من ترغب النازحين على العودة إلى مناطقهم قبل تجهيزها لهم فبعض الأحزاب السنية تفعل الشيء ذاته من أجل كسب أصواتهم الانتخابية بحسب تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية وهي عودة وصفها المراقبون للوكالة بالعودة الانتخابية للنازحين فبعد أن حسم الجدل بشأن إقرار موعد الانتخابات في موعدها بأيار المقبل أمسى المهم بالنسبة لتلك الأحزاب هو ممارسة الضغوط على مئات ألاف النازحين من أجل إجبارهم على العودة إلى منازلهم قبل موعد الانتخابات بغض النظر عن تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم والمقصود بالظروف هنا هو تقديم الحد الأدنى من الخدمات وتفكيك المفخخات والمخلفات الحربية وترميم المدارس والمراكز الطبية فيما أبدى بعض المحللين مخاوفهم من أن يستغل السياسيون حاجة النازحين من أجل تقديم بعض المعونات لهم لضمان استمرار حفاظهم على المكاسب والمناصب وهنا بات الأمر بين أوساط المواطنين مستغربا وهم ينظرون بأم أعينهم المتاجر بأوجاعهم من أجل غايات سياسية فهم الحلقة الأضعف في الحرب التي شنت ضد تنظيم الدولة لقد خسروا بيوتهم وأرزاقهم وبعض أقاربهم ونقلوا إلى خيم ومخيمات لا تسمن ولا تغني من جوع وعندما أمست مصلحة السياسيين بعودتهم سارعوا إليها حتى المؤسسات الحكومية اعترفت بذلك هذا المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين استبعد إمكانية عودة كل النازحين إلى منازلهم خلال الأشهر القليلة المقبلة وأبدى تخوفه صراحة من إمكانية بناء البنى التحتية المدمرة لعدم وجود ميزانية لبنائها فضلا عن وجود مشكلات اجتماعية وعشائرية والخوف من أعمال انتقامية وبالتالي أمس النازحون بين فكي العودة إلى منازلهم المدمرة وبين الإرغام على التصويت خارج إرادتهم من جانب جهات مسلحة